رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن في الشرع صدري قرآن املى قلبي قرآن واسق حياتي قرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن ولازلنا في كنف أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أوفر الحظ والنصيب وبأكد على إن إحنا مهتمين جدا بهذه الأصول التعاملية في باب المهارات التعليمية مفيدة لنا في البيئة التعليمية ومحتاجنا كمان في الأنشطة الحياتية اليومية لتخص الأطفال ويمكن لدينا ما هو أبعد من ذلك يعني مما نتمنأ ونصب إليه هو إن فعلا نقدم المنتج الحضاري لخصنا إحنا المنطلق من مفهوم مركزية الوحي للعالم كله لأنه فعلا منتج في غاية الإبهار ويعني لو تذكروا حضراتكم في بداية الحديث عن أصول التعامل قلت لكم أن أنا بالنسبة لي حتى كحد عندي نوع اختصاص فيما يخص الأطفال انبهرت بما وجدت يعني انبهرت الحياة بما وجدت ورجوت أن الموضوع يتجاوز الانبهار والإكبار للتأسي فعلا والاعتبار وإن إحنا فعلا ناخد خطوة في تقديم المنتج ده ابتداء لنا إحنا كمسلمين عشان خاطر ندرك عظمة ما لدينا يعني إحنا يمكن عندنا جزء اسمه communication skills with the children أو المهارات للتواصل مع الأطفال أو doctor patient relationship وبيتكلموا فيها كتير ويركزوا فيها كتير ومنبهرين بما وصلوا إليه ويشعروا أنهم يعني عملوا حاجة يعني لم يسبقوا إليها وفي الحقيقة لما نشوف الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد نفسنا أمام حاجة الحقيقة مبهرة للغاية كمان من الحاجات المهمة نحن ندرك إلى أي مدى الإشكاليات اللي إحنا بنحياها هي سببها في الحقيقة الغفلة عن أو إهمال الحاضر في الوحي يعني سبحان الله زي النهاردة بالضبط ما أنا عندي آلة الآلة دي مش بتعمل بشكل صحيح هي عندي أنا بس تعملها لكنها لا تعمل بشكل صحيح في مشكلة ما في عملها فأنا بس تعملها وفي مشكلة في عملها طب يعني وأنا مش قادر أعرف فين المشكلة أو مش عايز أقول كمان في أوقات المفروض أن مثلا الآلة دي تعطيني إنتاج مثلا مئة قطع في اليوم أنا بالكاد بجيب منها عشر قطع طب والتسعين قطع دول ليه مش بيجوا فخلاص بدا تتصور أن هي أخرها كده سقفها تسعين قطع سقفها عشر قطع عذرا يعني وخلاص بدأت تتقبل فكرة خسارة التسعين قطع دول وخلاص وماشي على كده وأكتشف بعد وقت أن حد بيقول لي لا استنى ده في كتالوج 1-2-3-4 وفي الوصايا التالية وأنت كان عندك المشكلة التالية في المكينة هي اللي كانت بتخليك تبزي الجهد أكبر وبتحقق نتائج أقل بكتير مما أن بغى أن تحقق أتمنى تكون الفكرة وصلت أن إحنا الأطفال دول كنز استراتيجي يعني كنز كبير مخزون يعني حضاري للأمة دي المفترض أن هذا الكنز وذك المخزون إحنا مجهوداتنا معاه المفروض أن إحنا نجد ما هو أبعد أثرا وأعمق أعمق يعني ذكرا من اللي بيحصل دلوقت بنبذل المجهود كبير جدا والنتيجة اللي إحنا بنحققها مش هي النتيجة المنشودة أو ليست على المستوى المطلوب طيب ده إيه السبب إيه المشكلة إيه الكلام ده حاصل فهم ما يتعلق بأصول التعامل أو قواعد التواصل أو مهارات التفاعل فهم ما جاء في الوحي مما يخص هذا الأمر ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كمان فهم الكلام ده في حد ذاته لا شك أنه هينقلنا نقلة كبيرة جدا نقلة كبيرة على مستوى حسن معالجة القصور أو التقصير الحاصل ونقلة كبيرة على مستوى الإنتاجية أو الإنجازية اللي ممكن نصلها ولذلك أنا أخذ الخيط من نهاية الكلام ده وحابب أننا أتكلم النهاردة في أصول التعامل على حاجة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها مع الأطفال وأتمنى أنها برضو تكون حضرة عندنا كمهارة مهمة وهي مهارة مهارة صناعة الطموح صناعة الطموح يعني من أصول التعامل مع الطفل إحنا نصنع له طموحه نصنع له طموحه يمكن إحنا كان عندنا حلقة في أوائل الحلقات اللي كلمنا فيها عن أطفالنا والقرآن أتمنى نرجع عليها إن شاء الله وهي الحلقة اللي تكلمنا فيها عن الطموح طموح الطفل وتكلمنا فيها عن المنشود والموجود والمفقود يعني ماسي والجهود اللي تبزل عشان تحصيل المفقود ده والارتقاء بالموجود والوصول للمنشود وقلنا يمكن الحاجات بس اللي حابب أكد عليها إن إحنا عندنا أزمة أصلا في بصلة الطموح الطموح رايح فين أصلا يعني الطموح ده ينبغي إنه ينصرف للعمران ولا للإيمان ولا للإيمان والعمران طيب ينصرف لما يخص الأبدان ولما يخص الوجدان والإيمان إنه يرايح للدنيا ولا رايح للأخرة ولا رايح للدنيا والأخرة رايح للدين ولا رايح للدنيا يعني رايح للدين ولا رايح للدنيا رايح فين يعني المهم يعني تكلمنا شوية عن قصة الطموح دي بنشوف بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم من اصول التعامل بتاعته مع الاطفال انه هو مسألة رافع همتهم وتزكية عزيمتهم وصناعة طموحهم بس كان بيصنع طموحهم بشكل لطيف جدا يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر كده لا ده كان في سبحان الله في الخلفية الفكرية ليه وكأن بيشكل ويصوغ عقله الباطن ناحية ما ينبغي ان يكون عليه وبشكل جميل جدا وانسيابي للغاية لا يشعر الطفل معه بايه يعني بضغط طيب يعني عايز تقول ايه عايز اقول النهاردة ممكن احنا في ممارسة الطموح افترض ان انا مثلا طموح ان ابن يكون داعية او انه يكون عالم في العلوم الشرعية او يكون مصلح او انه يكون طبيب يكون مهندس او كانت طموحات ايمانية او طموحات عمرانية واحنا دايما بنحب ايه يعني الدنيا والاخرة الايمان والعمران فكده عايزين كده طيب فبنعمل ايه بنقول له لا بص يعني انت لازم تبقى كذا ولازم تبقى دكتور زي باباك وكمان دكتور شيخ زي باباك ولازم تبقى مهندس ومهندس كمان من اهل القرآن زي باباك ولازم تكون طيب واحنا بنصرح له بشكل واضح بالطموح ده وبنحط له السقف ده كده وانت لازم تصل للسقف ده وبالعكس دون ان نشعر بنوصل له رسالة ان انت مش هنرضى عنك ونبقى مبسوطين وما تعتبرش نجحت الا لما توصل للطموح اللي احنا حطناه لك اللي في الحقيقة ما بيبقاش طموح فيما يتعلق بقدراته هو او امكانياته هو ملكاته ممتلكاته رغباته اه لا هو طموح فيما يتعلق برغباتنا احنا احلامنا احنا اه زي ما قلت قبل كده وكأنهم الاطفال مطية احنا من خلالها بنحقق احلامنا الشخصية يعني اللي ما نجحناش نعمله في نفسنا بنعمله فيهم اه الناقص اللي كان عندنا بنحاول نعوضه فيهم ولذلك بنضغطه جدا ونوتره جدا ونحط له سقف يعني صعب جدا اه وهو اصلا لسا مش مكلف وطبعا الحلم ده لي لوازم الحلم لي لوازم بما ان انت حلمك انك تكون طبيب وبناء على الواقع مثلا في مصر ان انت لا انت تجيب 97% معك من 7% وطالع يعني ما يعني فكرة 92% وكلام من ده انسى يا طب ما ينفعش الكلام ده فمن اللحظة الاولى من كيجي وان او من برايماري وان من الروضة في السن الاولى في الروضة او الحضانة او السن الاولى في الابتدائي هو اصبح مطالب انه لا انت انت جايب 80% ده مش مستوى حد يخش طب انت ازاي هتبقى مهندس وانت جايب 70% ولا 55% لا مش انفع الكلام ده فاصبح الطفل مش مضغوط بس في الثانوية العامة او يسمى بالبكالوريا مثلا عند اخواننا في المغرب لا ده هو اصبح يعني مضغوط بالكلام ده من امتى من اولى ابتداء اصبح في ضغط متشكل عليه من الصف الاول الابتداء هو اصبح مطالب ان يفضل من اللحظة ده محافظة على مستوى معين وبنركز ومتوتر مش هيتوتر هناك بقى في ثلثة سنة ويبقى عنده مثلا 16-17 سنة لا 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 ده هيتوتر من دلوقتي من اول 6-7 سنين يقعد مثلا 10 سنين او 11 سنة متوتر وبيمارس التوتر ده في مرحلة ما من عمره مع الوقت بيبدأ اصلا يحس ان الطموح ده يبقى عليه وينفر منه ويتدايق منه نفس الكلام انا هبتكلم على مستوى العمران لو روحت بقى على مستوى الايمان انت لازم تحفظ القرآن ولازم تختم القرآن زي مش عارف مين ولازم تبقى شيخ زي اخوك مش عارف مين ولازم تبقى داعية زي مين وانت هذا اللون من الضغط الحقيقة بيخليه هو اصلا بمع مثلا اي لحظة سقوط وخصوصا احا متعملش معها صح يعني مثلا لو هنفترض جدلا انه ما جابش مجموح كويس انه كنا منتظرين مثلا انه هو لما يخش الامتحان بتاع القرآن او مثبت القرآن سي مثلا يجيب جايد جدا يجيب متياز فجاب جايد جاب مقبول يعني بنوتره جدا يعني خلاص بيحس انه هو احنا بقى كده يعني احنا حطنا له طموح على مزاجنا احنا السقف احنا اللي حطناه وكمان بقينا بنعتبه وبنعقبه وبنحسبه على اي تقصير في الوصول للطموح ده اللي ممكن اصلا ما يكونش متمشي مع امكانياته يعني وممكن ما يكونش مناسب ليه بصورة اساسية المهم انا حتى اتفكر في المنهاج النبوي في صناعة الطموح يا طرى النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا كده بيقول لي بيقول لي سيدنا ابن عباس يقول له بص انت لازم تبقى كذا ويقول لي مثلا سيدنا ابن مسعودي المفروض تكون كذا او خالينا في الاطفال يقول لي مثلا سيدنا الحسن انت لازم تكون كذا بالعكس بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه بيزكي الطموح ما عندهم بشكل لطيف كده بدون ضغط عليه في زي ما قلنا في العقل الباطن بتاعه او في خلفياته الثقافية او الفكرية ويخلي الكلام ده يفضل يتردد جواه ويبقى يطمح في كده فعلا واتحرك طيب الصورة اللي استعملها سيدنا النبي السلام كان بيبقى الدعاء والتوجيه الضمني الدعاء والتوجيه الضمني وده الحقيقة حصل مع كتير من الصحابة لعل اشخر اللي حصل معهم كده كان سيدنا عبدالله بن عباس سيدنا عبدالله بن عباس بيقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتابة وفي رواية الحكمة اللهم علمه الحكمة ولذلك وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ان يعني هو بيدعيله بايه بيدعيله باللي بيتمنه ليه باللي شايفه مناسب ليه باللي شايف انه هو قدراته تاخده ليه بالعكس بقى الجميل في الموضوع انه بيوجه نظره وبيأكد على ان الموضوع مش قدرتك بس اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده بيفهمه اه ان انت يعني حاجة في منتهى الاهمية لان ده واحد من الاسباب من اسباب اخفاق كتير من الطلاب والطالبات والمتعلمين والمتعلمات في تحقيق احلامهم تصور ان المسألة مرتبطة بس بايه باكتهادي وبزلي وعملي وودي طب فين فين انتراح على باب الله فين التعلق بالله عز وجل فين سؤال الله عز وجل ان يسر الانسان الامر لا الولد يزاكر كويس واكتحد ومش عارف يروح وخد دروس وعمل وودي ومش عارف فين الصلة بالله عشان يتحق الحلم ده بالاسف ده مش بيحصل مش بيهتم بيه كمان بغي فبنيجي في الاخير بنجني الكلام ده فسدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلوك منه وكأنه توجيه توجيه ضمني لهذا الصحابي او للطفل الصغير لان خد بالك اول حاجة لازم تنتبه ليها ان انت لن تتمكن من تحقيق احلامك او الوصول لطموحاتك الا بالله سبحانه وبحمده وإلا بعونه سبحانه وبحمده خد بالك ده اول عامل من عوامل النجاح ده اول معيار من معايير التوفيق ابتداءا كده ده اول اشار النقطة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحط له الحلم ويفضل الحلم ده يتردد جواه واصداء هذا الطموح تفضل حضرة في قلب هذا الطفل وما ينسهاش زي صدنا عبدالله بن عباس ما نسهاش وشغلته وتحرك لها بشكل واضح جدا 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 ولعل لا يخفي على شريف علمكم وعلمكن ان سيدنا بن عباس نفسه بطل الموقف ده بيقول واحد من البيتحكى لنا قصة يعني تخصه انه هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجل من الانصار وقال له هلوم ما بنا يعني نأتي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم عندهم الحديث ناخد منهم العلم يعني فالرجل الانصاري يعني استغرب الامر يعني ده انت الصحابة لازاله موجودين ومش عارف مين وكذا 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 يعني يعني يراه شيئا لا داعية له فلكن سيدنا بن عباس لا فعلا اهتم بالمسألة وبدأ يتردد على الصحابة ويأخذ عن الصحابة ويتعلم منهم لدرجة وصلت انه مثلا كان يروح عند حد زي مثلا سيدنا زيد بن ثابت فيجد الباب مغلق وهو في وقت قيلولة فينام على عتبة الدار علشان خاطر لما سيدنا زيد يخرج ما يفوتوش يعني يعني يلحقوا وفعلا يتم بالمسألة تمر السنوات ويأتي هذا الرجل الانصاري ويرى سيدنا بن عباس في مجلس يعلم الناس وفعلا اغلب الصحابة اللي راح في الفتوحات هنا واللي راح هنا واللي راح هنا واحتيجة الى بن عباس فلنظر اليه وقال هذا الفتاة كان اعقل مني فنشوف هنا ازاي الطموح اللي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبدالله بن عباس والحلم اللي هو زرعه جواه هو ما نسوهوش فض الحاضر فض الحاضر كمان في الواقع بتاعه في انشغاله بن مجالس تعلم الكرآن الكريم سيدنا عمر لمح فيه ذلك فسار معه في هذا الخط وكان يجلسه في مجالس الكبار وكمان بعد كده هو يصيره اماما من ائمة التفسير امام من ائمة العناب صاحب مدرسة خاصة ويفتح الله على يدي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وقد كان ما توسمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الذي غرسه فيه يعني ده ملمح مهم جدا وملمح صناعة الطموح يعني مش لازم ان انا اقول لابني كزا اقول له يا رب حبيبي ان شاء الله بإذن الله تكون عالم رباني كده ربنا يكرمك ان شاء الله ان شاء الله وتكون في اعلى الدرجات ربنا يكرمك وتكون من المتميزين المتفوقين ان شاء الله تكون كويس موقف كتيرة جدا جدا يعني بشكل اللي هو ما بيضغطوش اللي هو لا لو ما عملتش كزا ما هتكونش كزا انت لازم تبقى كزا ومش عارف ايه وانت ايه واي اللي بتعمله ده ده ما بيشكلش عليه ضغط بيشكلش عليه ما بيحطوش في ازمة هو الحلم ده بتتردد اصداؤه بداخله وفعلا بيسعى له والله بقى ساعة وما كانش طريقه بخلاص والله لا وفي طريق اخر لا بأسه ده مش نهاية الدنيا ومش عارف ايه وكذا طيب العجيبة ان الموضوع ده يكرر فده بقى اللي يخليك تفهم انه ايه انه مش مسألة دعاء عابر وعدة لا ده النبي صلى الله عليه وسلم مركز معاه فهو بيقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنشوف بقى ازاي ده الحب والاحتفاء وعشان تشعره ان انت مش عايز الكلام ده ليك ده انت عايزه ليه هو عشان فعلا توصله رسالة انت بتحبه وتريد له الخير يعني هذه الضمة بتغني عن كثير من الكلام وبتحكي اشياء كثيرة جدا 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 فقال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كتاب الله بس يعني ماشا حفظ دي رواة ودراءة ورعاية يا ربكم من اهل القرآن العاملين بيه مثلا ربكم العلماء الربانين العالمين العاملين يبقى انت برضو بتشير بتشير يعني انت ما بتصنع لهش طموح مبتور ولا بتصنع له طموح قاصر ولا بتصنع له طموح مشتبه برضو يخليه ممكن يمشي في خط تاني مش الخط المراد انت بتصنع له طموح الى حد كبير واضح المعالم واضح المعالم فلم يقول اللهم علمه 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 يعني يراد التعليم كل ما يتعلق بالتعليم ده بعاني وما باني ما يتعلق به علمه الحكمة وفعلا صدنا علمنا بس كده علم الكتاب وعلمه الحكمة العلم والعمل يعني علمه الاكمل صور العمل الناشئ عن الفهم والتدبر زي ما حررنا قبل كده في يتلو عليهم اياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه طيب يقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب انا تتبعت طبعا الروايات بتاع الحديث كلها انا عندنا فصل عن التأويل واصطلاح التأويل في كتاب بريحة البحث عن القرآن النسخة المسطورة فتتبعت الروايات يعني كلها واللي انا اقدر اخرج به ان الحقيقة ان كانت مواقف اكتر من مرة وصرح سيدنا عبدالله ابن عباس بكده وده برضو حاجة متعليمة من سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حصول التعامل ان انت تصنع له طموحه بالشكل اللطيف الجميل ده يضمه اليه يدعو له يكون المعالم واضحة يكرر عليه ذلك الطموح مرة على اثر مرة بعبارات مختلفة يحاول تحبيبه وترغيبه في المسألة دي المهم بيقول ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب فهذا القدر الزائد وتأويل الكتاب وعلى الراجح ان التأويل ما يقول ليه الامر يعني الخبر وقوعه وتصديقه وكذا يعني السيدة عائشة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما كان بيسجد يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي بتقول يتأول الكرآن يعني فهم ما أوصاه الله به فسبح بحمد ربك واستغفره نوع كان توابا وبعد ما فهم هو عرف ايه اللي ينبغى عليه فعله وطبقه أو قاعه يعني في في هذا الاطار التطبيقي يعني هو خلاص العمل وقع يعني ما ألا اليه الامر فتأويل الكتاب اللي هو العمل به وإقاعه في الواقع إقاعه في الواقع يعني ده مسألة مهم فيدعو له بذلك بكلام واضح ومحدد طيب وبيقول في مرة تانية النبي دعا له قال اللهم أعطي ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل اللهم أعطي ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل في رواية أخرى يقول بقى ايه مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة نشوف سبحان الله ده دي مواقف متعددة يعني على الراجح نحن مواقف متعددة لأنه يجي النص إنه هو كرر النبي يعني فعل ذلك أكثر مرة فيضمه يمسحه رأسه ويضعه ده على رأسه ثم يدعو له هذا الدعاء عشان يوصل نبي يحبه وأنه يريد له الخير طيب ومما يؤكد أنها كانت مرات متعددة أن ابن عباس قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين يعني هو نص هو على إن الكلام ده كان أكثر من مرة وأنه تكرر طيب ويقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا اللي هو ما يتوضأ به طيب قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم ثقهه في الدين شوف النبي بإيه بيصنع له طموحه الإيماني طموح المهمة مش بس طموح المهنة وفعلا بنشوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأغلب الصحابة بيقولش مثلا اللهم يعني اجعله نجارا متميزا اللهم اجعله مزارعا ناجحا ببنقللش من شأن ما يتعلق بالمهنة بس الأهم طموح المهمة اللهم فقهه في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو من قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هو عايز له كده خيركم من تعلم الكرآن وعلمه إن أفضلكم ما انت علم القرآن وعلمه فهو يريد له ذلك ولكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون يريد له أن يكون من أهل الله وخاصته لذلك ده اللي بيغفل عنه الدعاء لهم بالعلم والعمل وأن يكونوا من أهل العلم والعمل وأهل الفقه في الدين والفقه طبعا مش ما يردش به هذا الاصطلاح الأخير اللي أصبح منتشر في العصور المتأخرة والأحكام الفقهية لا يعني كان أبعد من ذلك بكثير حتى الرشيد الذي أقول وفقهة الأمر تقتضي العمل به فالناس المعتنين بالمعاني فهما وتدبرا وعملا كانوا متفقهين والمعتنين بالمباني كانوا يسموا قراء خلاص مهم وده كان حاضر في كلام سيدنا عبد الله بن مسعود لما يعني أخبر يقول إنك في زمان قليل قراء وكثير فقهاء تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه يعني الاهتمام الأكبر بالحدود مش تضيع بيهملوها ومش قليل قراءه يعني ما فيش قراء لا قليل قراءه الذين لا يتفقهون يعني فوسيأتي على الناس الزمان كثير قراءه قليل فقهاءه تضيع فيه حدود القرآن وتحفظ حروفه وقد جاء فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فيما يتعلق بهذا الكتاب هذا عنوانه الأفضلية لو نحن فعلا نريد الخير للطفل لازم ننتبه المسألة دي فسبحان الله إن أنا كمعلم أو حضرك كمعلمة حضرك كمعلم إزاي إن أنا فعلا الطفل اللي حاضر عندي من أصول التعامل معاه إن أبدعيله دايما بدعاء يتضمن طموحه اللي نتمنهوله بشكل واضح ومحدد بشكل واضح ومحدد مثلا أحتضنه كده يا رب يا رب حبيب محمد تكون إن شاء الله من أهل القرآن الربانيين العالمين العاملين يا رب العالمين يا رب إن شاء الله يحشرك بإذن الله في زمرة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود مع نبينا صلى الله عليه وسلم على الانبياء الكرام وللأيدي والأبصار يعني بما أرزقك هدايا ربنا أهديك حبيبي هداية الإرشاد وهداية التوفيق والسداد هداية العلم والعمل يعني وكأني أنا بوجهه بشكل يعني لطيف بصورة توجيه ضمني وخصوصا لما يكون أعرف معنى الكلام ده وبأكد له على طموحه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر سيدنا عباس بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على مين كبي ثم قال اللهم فقه في الدين وعلمه التاوي ده الدعاء المشهور ولذلك الناس متصورا أن سيدنا عباس يحكي له دعاله بإيه أنه يبقى مفسر بيعرف التفسير لا الأمر أبعد من كده بكتير وما دعا له به النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالعلم وبالعمل وبالحقوق المعاني والمباني كل ده مهم فشوف هنا وضع يده على كتفي أو على مين كبي يعني مرة ضمني مرة وضع يده على رأسي مرة وضع يده على كتفي أو مين كبي والتأكيد على المسألة على طول الخط يعني ابن عباس أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له فوضعت له وضوءا من الليل قال فقالت ميمونة يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال اللهم افقه في الدين وعلمه التأويل اللهم افقه في الدين وعلمه التأويل وناخد بالنا من حاجة بقى أن صناعة الطموح مكادش بس بالأقوال كانت كمان بالأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم وده برضو مهم اوه في اصول التعامل الاطفال كان يسمح للطفل بان يخالطه في بيته وان يشاركه وانشطته الحياتية ويشجعه على افعاله الحسنة نشوف ده بنشوفه كله النبي السلام يسمح لابن عباس ان يخالطه في بيته مشكلة وكمان بيشاركه في الانشطة الحياتية ويتعلم من احواله كما يتعلم من اقواله وكمان يشجعه على افعاله الحسنة ولذلك صناعة الطموح مش بس بالاقوال من الضرور انها تكون بالاحوال ان انا نفسي بوريه بقى صورة هو شوف الناس المهتمين بالقرآن شكلهم ازاي واشاركه في انشطتي وخالطني في بيتي طالما الحمد لله يبقى خير لي يعني نشجع على افعالي الحسنة لما يعمل حاجة كويسة نشجع عليها ونبقى محافظين دايما على جذوة هذا الحماس حضرة في قلبه على طول الخط كمان يعني احنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كلام ده بس مع سيدنا عبدالله عباس كمان سيدنا عبدالله من جعفر ابن سيدنا جعفر ابن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تذكروا لما تكلمنا عن التعامل مع الايتام الكرام قال اما محمد فشبيه عمنا ابي طالب واما عبدالله فشبيه خلقي وخلقي ثم اخذ بيدي فاشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في اهله وبارك لعبدالله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرار يعني كأنه هو سبحان الله بيصنع له يصنع له الطموح الذي ينبغي أن يكون بيشجعه بيقوله ده أنت شبيهي يعني بيقوله أنا أتمنى تكون في طريقي أتمنى تسلك سبيلي يا سلام لو سألك تفجي يعني هو يوجهه لذلك وكمان يوجهه لأنك لازم تكون إن شاء الله تعمل وتكدح وتكون تاجر إن شاء الله رب يعمل ربنا يفتح على يديك ويبارك لك في حراكك ما كانش ده بس حاضر مع سيدنا الله بن عباس ولذلك حتى الصحابة نفسهم نسجوا على نفس المنوات لدرجة أن سيدنا ابن عمر زي ما أورد البخاري كان إذا لقي ابن جعفر الكلام ده بيروي الشعب قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحي يعني إنه يذكره إن أنت إيه يعني واحد أبوك ذو الجناحي علشان خطر إنه هو يعمل إيه؟ هو يشجعه على ذلك ويحضه ويصنع له طموحه وطبعا ده متوفر حتى في الموقف اللي هو موقف سيدنا أبو بكر لما خرج من المسجد فوجد سيدنا الحسن يلعب فدعبه ومازحه وحمله وسبحان الله ويقول لسيدنا الحسن ساعتها يقول شبيهم بالنبي وليس شبيهم بعلي يعني بيوجهه إن انت إيه؟ شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن إحنا نطمح إن انت إن شاء الله تسلك فجة النبي وتسير على هذه النبي بل إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يشوف سيدنا الحسن لأن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يعني يشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيهيئه لهذا الحدث ولذلك سبحان الله فعلا لما يأتي سيدنا الحسن يفعل وفعلا يعيش على السيادة إن ابني هذا سيد يقول له أما شعرت أن لا تحلوا لنا الصدقة يعني بيعيشه يصنع لهذا الطموح من التنزه والتجرد والتزكي يصنع لهذا الطموح من إنه يكون رجل سيد فعلا فعلا وكان سيدا وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هي دي الأضياء النبي صلى الله عليه وسلم ده كان منهاجه دايما لدرجة إن سيدنا عبد الله بن عمر شوفه النبي لما حب يوجه سيدنا عبد الله بن عمر عمل إيه قال نعمر رجل عبد الله لو كان يقوم من الليل الله أكبر شوفه الجمال يعني صناعة الطموح بشكل غير مباشر بشكل ما يضعش الشخص في ضغط ويشعره إن إحنا لو إنت مش الشخص ده لأ إنت رجل ونعمر رجل فعلا لو كده بقى يبقى أروع وأجمل وأكمل ولذلك ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع لهم الطموح بيصنع لهم الطموح في ضوء الحاجات اللي هم بيحسنوها واللي أظهروا تميز فيها مش شروح يصنع لهم طموح على مزاجه هو وفعلا كل النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع لهم طموح دول فعلا كانوا كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكما ظن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وكما توقع لهم كانوا فعلا كده كان ابن عباسك يعني فعلا تعلم الكتاب وتأويل الكتاب فقاوا الله في الدين ليه؟ لأنه ده برضو مسألة مهمة نركز على أن طموحه يبقى فضوء اللي هو إيه؟ اللي تميز فيه إنما أنا ما أعملوش طموح عليك يعني بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عبد الله بن جعفر كلام واختلف عن اللي بيكلم في سيدنا عبدالله عباس وغيره والأمثلة كتيرة بس إحنا دايما بنحاول نذكر نماذج بس ليه؟ هنا ده من وحي اللي هو تميز فيه وإزاي بيصل ولذلك إحنا بنقول أصلا الطفل الحاجة اللي تميز سيه هو كويس ومش عارف إيه مش دايما اللي إحنا بنعمله إن إحنا نكبتها ولا نحن نقول لا ده هو ولد مثلا عنده يعني مهارات قيادي وعنده إعجاب بنفسه واعتزاز وسقة ما نقولش لا ده إحنا لازم نقصر نفسه ولازم نعلمه الأدب ولازم لا نوجهي الكلام ده سلام بقى ما تكون إن شاء الله قائد كده زي سيدنا سليمان تبقى متواضع ومنكسر لله وتبقى بتنسب الفضل إلى الله وتبقى يعني بقى بنيه الميزات الجميلة نصنع طموح نهذب الطموح نحطه في إطار سليم نصل به إلى ما نريد إنما نروح ليلة إن فعلا إحنا بنقعد نتفكر في حال الطفل بنحلل حياته كويس وبنحط الطموح اللي إحنا عايزينه ننطلق إنما لا الواقع بتاعنا إن إحنا إحنا اللي رسمين الطموح أنا مثلا تخيلوا مثلا يبقى رسم لابنه مثلا اللي هو عزرا بنيته ضعيفة جدا 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 ومش عارفت قصير يقول له أنت إن شاء الله هتكون هتكون لاعب كمال أجسام ولا لاعب كرة سلة يعني بأي منطقة يعني هو رسم لكل عيل كل حاجة قبل ما يجي أصلا وده حتى بيحصل ممكن أنت مثلا حتى ابنك في النحية الدينية أو الإيمانية إنت رسم له أنه يكون داعية مفوة وبرضو عندنا تصورات إن مثلا ده مش يعرف يخدم الإسلام ولا يخدم الدين ولا هيكون حد كويس إلا لما يكون شيخ بيخطب أو بيألف كتب أو بيعظي الناس وينصحهم مش لازم يعني الصحابة ما كانوش كلهم كده فبقينا إيه عندنا كمان يعني اتجاه واحد الاتجاه واحد بس للطموح فيش غيره لا أنا كاد نعرف إلا هذا الاتجاه من الطموح طب ليه المهم يعني الشاهد من أصول التعامل مع الأطفال اللي تعلمناها من نبي صلى الله عليه وسلم من النهاردة هي صناعة طموح الطفل وده حاجة مهمة جدا لإنها بتفتح بيننا وبين الطفل الطفل بيحس إن إحنا بنحبه وبنقدره وبنؤمل فيه خيرا ونتوقع له حاجة عظيمة وبنحسن الظن به وبنتمنى ما يخيبش يعني ظننا فيه فبيكون كده يعني بيعيش الحالة دي فده بيفتح بيننا وبين الطفل وبيبقى عنوان فعلا ارتباط كبير لإنه شايفنا شايفينه كبير ده نوع من تقدير ذاته نوع من حسن التعامل معاه زي ما قلت نوع من تحفيزه وتحميسه ورؤيتنا ليه في حاجة كويسة فياريت ياريت ياريت المسألة دي نهتم بها في أصول التعامل مع الأطفال أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ونسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا وفي أوقاتنا وجهودنا ونستكمل هذه السلسلة المباركة إن شاء الله اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلق قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير السلام عليكم رحمة الله وبركاته بخير رحمة الله يا رحمة سارقني يا رحمة في شرح صدر القرآن دم لأ قلبي القرآن واسبحات القرآن شكرا